تفتكروا الواحد يقدر ان هو يختم القرآن في ثلاثة أسابيع الحقيقة ان الموضوع ده محتاج محتاج وقت وبما ان احنا عادين في البيت احسن حاجة الناس هتقول ما عندهاش وقت وهتستنى العشرة على فكرة العشرة من ذي الحجة هم نحضل تعريبا كم ذي القاعدة ما شوف كده الموضوع ده اصله هيفدني من نواحي كتير من نواحي كتير ولا من نواحي كتيره هاشتاج من نواحي كتيره من نواحي كتيره نواحي كتيره تاريخ الهجري موضوع ومشيئ وزول القيادة. سباتاش عرض القيادة. الفين ممية واحدة ومعاشر. يعني خلاص. احنا بنتكلم على 13 يوم. ولا 14 يوم. لو شهر واحد. يعني بنتكلم في فترة بسيطة. طبعا كل سنة وانتو طيبين. عيد الاضحى. خلاص على الابواب. مش عارفين بقى هنعرف اللي احنا نتجمع في العيد في العيد ده. لا لا. الاضحية. الخروف السنة دي. اه عاملة من. الخروف عامل من تلاتة. تلات تلاف. لخمس تلاف. طبعا بالجنيه المصري عشان الناس لو اه لو فيه ناس دي اتبعنا من اه. من برا مصر. اه من خارج مصر. تكون مغدا بالها. و اللي اتبعنا من البقر. والبقر. معجل البقر بيبقى من. عامل من. 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 تمنتاشر. تمنتاشر ألف. ل. لتلاتين ألف. انا لسه شايف اه كمان اه قناة الجدعان لو اه لما يعرفش قناة الجدعان وعايز يعقى يشوف يعني القناة ديت قناة حلوة جدا تتكلم عن الزراعة وعن الحمانات وحطها لكم في الديسكريبشن اه المهم كنا عايزين ان احنا نختم في اه في خلال التلاتاشر يوم دور لا مش التلاتاشر يوم بقى يعني ايه عايزين نعمل ختمة في التلاتاشر يوم دور وعايزين نعمل ختمة كمان في العشرة من دل حجة طبعا الحسنات تتبقى مضاعفة في العشرة من دل حجة طبعا العشرة تليم دور كلك عارفين صورة الفجر صورة الفجر بالفجر وليالين عشر اللي هذه العشرة من دل حجة ديت هي اللي ربنا اقسم بيها في الموضع ده يعني افضل من عشر قيام بتوى رمضان العشر الاخار من رمضان فعايز اعمل الفيديو ده تحدي اللي انا اقدر اعمل اقدر اللي انا اعمل كده والناس طبعا اللي مش هتقدر ان هي تختم طبعا في ناس طبعا معذورة لكن نحاول احنا نقرأ قرآن كتير في العشرة ايام من دل حجة وبعدين انا لما بقول يعني نحاول يعني انا بنصح نفسي الاول لان الحسنات في الايام في ايام كده الحسنات تبقى فيها مضاعفة ايام 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 رأيكم في الموضوع ده اللي مش هيقدر ان هو يختم ختمات كتير ومش هيبقى عنده وقت يتابعني يتابعني بقى يشوفني يعني انا اقدر اللي انا اختم وطبعا هسجل انا قد ما اقدر هسجل طبعا التحدي ده هتحدى نفسي هشوف هقدر اللي انا اختم في الفترة دية او لا مش هقدر وزي ما قلت الموضوع ده هيفيدني في حيات كتير وزي ما قلت الموضوع هم ركز 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 طبعا فيه حاجات كثيرة بالدورش في بالي وعيز اعملها لكن مش مشكلة واحدة واحنا مع بعض مع اني عارف يعني انت ولازم الناس كلها تكون عارفة كده ان الفيديوهات في فيديوهات بتبقى باسمة كده وفيديوهات بتبقى مليانة معلومات بتبقى اعملها بطريقة طبعا حلوة بس ما وصلتش برضو للمرحلة اللي هي المرحلة اللي الواحد عايزها لكن انا عايز اعمل حاجة زي كده عايز اعمل فيديوهات حديثة ومتطورة على اللي هيقدر يسمعها اللي هيقدر يشوفها يقول فعلا انا استفدت بس الفيديوهات ديت بقى هتبقى بجانب ايه هتبقى بجانب مشروع تاني كبير من ضمنه الفيديوهات دي عشان طبعا زي ما انتم عارفين الواحد لما يجي من منظومة التعليم وان شاء الله ده انا في يوم من الايام هحققه 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 ان شاء الله وهنحققه مع بعض يعني انا احتاج مهندسين وكده عشان نقدر مهندسين طبعا مجالات مجالات جتير هنحاول ان شاء الله نعمل بس خلينا دلوقتي في ايه في الفيديو ده يعني في الفيديوهات اللي هي البسيطة ديت عايز اقول ايه ان الفيديوهات ديت اه زي ما بتقول كده ايه دافع او اه فتح بس مجالات هاي جنبي مش عارف ايه اللي جات في جنبي دي الفيديوهات ديت ما فتح بس كده يعني زي ما بيقولوا تبقى يعني زي ابر ابر كده بسيطة اه الواحد بيقدر يعني ان هو يستفد منها وي ويفتح المواضيع اللي هو عايز يتكلم فيها من خلالها مع اني مش من اه ما بحبش اللي انا اعمل اعمل فيديو ويكون يعني بتكلم كده من اه وانا قاعد مكاني بحب اتحرك ومش عارف ايه وكده بس اعمل اي بقى احنا عادين في البيت اه اصور انا مضطر اعمل كده اعمل اي طيب يعني مقضي معظم معظم وقتي في القوضة دي يعني الفيو طبعا مش حل لكن اطلع لسه عالسطح ومش عارف ايه ويعني انا معظم وقتي بقضيه هنا في القوضة دي لكن بالليل ولا حاجة ممكن اضرب عثاء عالسطح كده وعايز اقول حاجة كمان عشان قبل ما اختم الفيديو الفيديو 14 دقيقة عايز اختموه في 16 دقيقة ان الناس اللي هي اندمجت في الالكترونيات وبتتابع وخلاص يعني بقت حياتها كلها على وهو ده يعني الناس هتضعي وقتها كتير جدا في المستقبل اللي جاي المستقبل القريب ده على التواصل الاجتماعي وعلى الالكترونيات دي ما هو تكون فاكر اللي احنا مش واخدين بالنا منك لا لا احنا واخدين بالنا كويل جدا وبنتابعك ماشي وبنتابعك وهنتابعك يلا شكرا شكرا شكرا